ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود قال رحمه الله يقول لهم هود فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغ إياكم رسالة الله التي بعثني بها ويستخلف رب قوما غيركم يعبدونه وحده لا يشركون به ولا يبالي بكم فإنكم لا تضرونه بكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم إن ربي على كل شيء حفيظ أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولما جاء أمرنا وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم ونجى فودا وأتباعه من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم كفروا بها وعصوا رسل الله وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به فعاد قال فعاد كفروا بهود فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل واتبعوا أمر كل جبار عنيد تركوا اتباع رسولهم الرشيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن العباد المؤمنين كلما ذكروا وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ألا إن عادا كفروا ربهم الآية ألا بعدا لعاد قوم هود قال السدي ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه طيب هذه الآية فإن تولوا أي أعرضوا والكفر أنواع منه الإعراض والإباء والاستكبار والجحود هنا تولوا أعرضوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم بعض الناس لا يتعلم العلم وإذا سئل يقول لا أريد أن تقوم علي الحجة قال قامت عليك قال الله قال الله فإن تولوا يعني عما جئتكم به من عبادة الله فقد قامت عليكم الحجة وثبتت ولا يعذر إلا من لم تبلغه الحجة لقول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال هنا أبلغ فقد أبلغتكم فقد أبلغتكم أي بلغتكم ودعوتكم وما علي إلا البلاغ ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم من تولى فالله جل وعلا يأتي بآخرين قال الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم الله جل وعلا جل وعلا يأتي بالبديل من تولى من تولى وأعرض فاحمد الله فاحمد الله وثابر واصبر فإذا أعرضت أتى ربك جل وعلا بغيرك ويستخلف ربي قوما غيركم الاستخلاف أن يأتي جيل بعد جيل والذي جعلكم خلائف الأرض يخلف هذا هذا يذهب هذا ويأتي هذا قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا المعصية لا تضر الله شيئا وإنما تضر بصاحبها في حديث أبي در يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا ولهذا جاء في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ولا تكسب كل نفس إلا عليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أما رب العالمين فلن تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية إنما يعود ذلك على الطائع والعاصي ولا تضرونه شيئا الله جل وعلا لا يضره أحدا لا يضر الله أحد سبحانه إن ربي على كل شيء حفيظ حفيظ شاهد وحافظ لأقوالكم وأفعالكم ويجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر إن ربي على كل شيء حفيظ الله حفيظ سبحانه وتعالى يحفظ الأقوال والأعمال لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء ولما جاء أمرنا نجينا هودا جاء أمرنا أي العذاب ولما جاء أمرنا أي أمرنا الريح ولما جاء أمرنا يعني هناك أقوام جمع الله جل وعلا عليهم أنواعا من العذاب قال الله فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية نعم يعني في قول الله جل وعلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية صرصر لا صوت سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية صاروا كجذوع النخل مرمية الهوى سلط عليهم والريح أزعجت أسماعهم وهزت قلوبهم ودخلت من أنوفهم وأفواههم وخرجت من أدبارهم فقطعت أمعاءهم وصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ النجاة في اتباع الرسل النجاة في اتباع الأنبياء وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح من ركبها نجاة ومن تخلف عنها غرق وهوى من أسباب النجاة اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيضٍ في قوله والذين آمنوا معه منهم من قال الذين كانوا معه عددهم ثلاثة آلاف بعضهم قال أربعة آلاف والله أعلم إذ لم يثبت في نص صحيح لكن معه من آمن نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ هنا أعاد الإنجاة نجينا هودا ثم قال وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيضٍ هذا يدل على شدة العذاب فهو عذابٌ شديد متتابع مكثا يعني كما قال الله يعني سبع أيام يعني سبع أيام والريح تأتي وتقضي عليهم وهي مستمرة قال الله وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ الجَحَدُ بِمَعْنَى أنَّهُمْ كَفَرُوا وَاعْنِي أَبَوا وَاستَكْبَرُوا جِحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يعني وَعَصَوا رُسُلَهِ أي ما أنزل الله عليهم أو المرد بالآيات الكونية كفروا بها ونسبوها إلى الأصنام قالوا هي الخالقة وهي الرازقة وَعَصَوا رُسُلَهِ لماذا قال عَصَوا رُسُلَهِ وهو واحد عليه الصلاة والسلام هود نبي واحد فلماذا قال وَعَصَوا رُسُلَهِ لماذا الحافظ رحمه الله تعالى ذكرها هنا أن من عصى رسولا واحدا فقد عصى جميع الرسل ومن آمن بنبيه آمن بجميع الرسل قال الله كذبت قوم نوح المرسلين هو واحد قال الله كذبت عادون المرسلين كذبت ثمود واصحاب العيكة وهو رسول واحد لأن من عصى رسولا واحدا فقد عصى جميع الرسل والمؤمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير واتبعوا أمر كل جبار عنيد ننتبه الرسل أهل رشد فمن أطاعهم ناله من الرشد ما ناله على قدر اتباعه ومن لم يتبع الرسل ابتلي باتباع أعداء الرسل كهؤلاء القوم عصوا الرسل فمن عصى الرسول اتبع من اتبع الجبابرة اتبع الكفار اتبع أعداء الرسل من ترك عبادة الله عبد غيره من ترك القرآن ابتلي بالأغاني من ترك الخير ابتلي بالشر وهكذا إما أن تكون من أهل العبادة والخير والاتباع وإما أن تكون من أهل الشرك والعصيان واتباع الشيطان الشيطان يتبع فمن عصى الرسول فهو متبع للشيطان ومن أطاع الرسول فهو عاصي للشيطان واتبعوا نعم أمر كل جبار الجبار الجبار السفاح القاتل معاند للحق ولهذا يقولون من قتل اثنين فهو جبار هذا جبار وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنوا لعنهم الله واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة كم بيننا وبين قوم نوح قرون لا يعلمها إلا الله ومع ذلك تستمر عليهم اللعنات طيب كم بيننا وبين إبراهيم و يعني آدم ومن جاء بعد آدم قرون لكن مع هذا نصلي عليهم وندعو لهم ونترضى عليهم رضي الله عنهم قال الله ويوم القيامة اللعنة انطبعت بهم في الدنيا لعنوا وفي القبور لعنوا ويوم القيامة لعنوا الناس يلعنونهم قال الله ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود يعني أبعدهم الله وأبغضهم الله جل وعلا إلاه ونبعد الله شكرا